الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الرقمي مصطلح تمضي نحوه مملكة البحرين أكثر من أي وقت مضى حيث سيسهم وبشكل كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المملكة وبرنامج الحكومة الدعم للابتكار والإبداع في تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي في عالم متعدد المفاهيم تلعب رقمنة الاقتصاد دورا كبيرا في تحسين العمليات والإنتاج وخفض التكاليف بالإضافة إلى توفير وخلق فرص جديدة لريادة الأعمال وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي اتبعت الشمولية في سياساتها وبالأخص تلك المعنية بالابتكار ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي وتطبيقاتها في المملكة ناحية البنية التحتية البحرين اتخذت سياسة الحاسب السحابية الأولى وتعتبر أول دولة في المنطقة تتخذ هذه السياسة وهذه سياسة جدا مهمة لأن الحاسب السحابية تعتبر داعم أساسي للتحول اللي قاعد يصير وفي المستقبل جميع أتوقع البنيات التحتية بتكون متوجهة إلى الحاسب السحابية هذه أول نقطة النقطة الثانية أيضا اختيار البحرين كمغر لمركز بيانات أمازون ويب سيرفيسز تعتبر كمغر في المنطقة وهذا سيجعل من البحرين أحد أهم المغرات في العالم لاحتضان البيانات ولا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي من دون استصدار التشريعات اللازمة من قبل الحكومة فالبحرين تتمتع بقوانين معتمدة في هذا المجال كقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون الحاسب السحابية الشيء الثالث والنقطة الثالثة أيضا اللي هي تكنولوجيا الجيل الخامس في الاتصالات والبحرين تعتبر من الدول الغليلة عالميا اللي عندها الانترنت المبني على الجيل الخامس فمن ناحية البنية التحتية البحرين تأخذت خطوات مهمة كما يهتم مصرف البحرين المركزي بتشجيع الابتكار عن طريق طرح مبادرات من قبيل البيئة التجربية الرقابية والاختبارات التجربية عبر الحدود التي تعتبر كفيلة بتعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن حكومة مملكة البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي في ظل ثورة التكنولوجية وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي أشار إليها في خطابه السامي خلال افتتاح جلالته لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اشتركوا في القناة